اجتمع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد الستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة وسعادة السيد توبياس الوود وزير الدولة لشؤون الدفاع وقدام المحاربين بالمملكة المتحدة وذلك على هامش حوار المنام في دورته الرابعة عشر وقد اعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة القوية مع مملكة المتحدة والمستوى المتميز الذي وصلت اليه على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات بما يؤكد ما تحظى به من اهتمام كبير من قبل البلدين وارادتهم المشتركة والدائمة لتوسيع افاق التعاون المشترك وضمان استمرار التنسيق ازاء القضايا الاقليمية والدولية منوها المعالي بالجهود الملموسة التي تقوم بها المملكة المتحدة لاجل تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وحرصها على التعاون مع دول المنطقة لضمان التوصل لحلول لمشكلاتها بما يعود بالنفع على جميع دولها من جانبه اكد سعادة السيد الاستر بيرت حرص المملكة المتحدة على المضي قدما بالعلاقات التاريخية الوطيدة مع مملكة البحرين على مختلف الاصعدة واستمرار التنسيق في القضايا محل الاهتمام المشترك مشيدا بدور مملكة البحرين في تعزيز العمل الجماعي المشترك لاجل ترسيخ الامن والسلم شكرا